مدينة بأكملها من غير سكان إلا قليلا منهم هكذا أصبح حال مرزق التي عاشت أياما دامية من قبل العصابات الداخلة على ليبيا تسببت في تهجير ونزوح عائلات كانت آمنة مطمئنة ومع تطور الأحداث وتعقيدها يظهر على الأرض حراك محلي لم يصل إلى المستوى المطلوب بشأن ما حصل من كارثة إنسانية غير أن جل الحديث تمحور حول إيجاد حل عن طريق الحوار وهذا ما ذهب إليه عدد من أعيان مرزق أثناء زيارتهم لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي لم يبدي سوى قلق إزاء عملية التهجير والخطف يوازي في هذه الزيارة لقاء عدد من أعيان مرزق في ترهونة عددا من أعيانها للبحث عن آلية لحل هذه المشكلة المستعصية حتى الآن مع مناشدات قدمها نازح المدينة في عدد من مناطق الجنوب مطالبين بأن تلتفت الأنظار إليهم ومع كل هذه التحركات بقي المجلس الرئاسي صامتا دون ردة فعل تذكر تجاه مرزق وهو المسؤول الأول عن ما يحدث فيها بحسب ما ذكره عدد من المتابعين وأهالي المدينة قضية مرزق التي أعلنها مجلس النواب مدينة منكوبة لا زالت محط أنظار البعض وغابت عنها أعين البعض ولم يبقى في اليد حيلة سوى انتظار المصير المجهول ولكن اللافتة في الأمر هو تحرك أهالي وبلديات الجنوب لمؤازرة المهجرين وتقديم ما يلزم لهم من احتياجات لأبقى هذا الملف مفتوحا كغيره من الملفات الأخرى